اهلا بكم في هذه المساحة التي نخصصها لمتابعة أبرز ما ورد في الصحافة العالمية بخصوص الشؤون العربية والإقليمية وتنضم إلينا موشرة من الدوحة الصحفية نديا أبو المجد أرحب بك نديا والبداية من افتاحية صحيفة واشنطن بوصلة أمريكية التي جاء فيها انقلاب ترامب قد لا ينجح لكنه ربما يمهد الطريق للمرشح الخاسر القادم ماذا جاء في هذا نديا طبعا من اللفت للنظر أن من كان يتوقع أنه ممكن نسمع كلمة مثل انقلاب في الديمقراطية الأمريكية لكن هذا ما ترى الصحيفة أنه أن ترامب ما يفعله فكرة تكتب الصحيفة أن أفعال ترامب وأقواله منذ الانتخابات ومنذ ظهور النتيجة المبدئية بفوز منافسه جو بايدن هي بيقول أنها ليس فقط تجلب العارة لكنها أيضا تدمر الديمقراطية في أمريكا فكرة التغريدات المستمرة التي لم تنقطع على مدى الأسبوعين الماضيين من وقت لآخر فكرة أنه أنا فست I want the elections بيفضل يغرد بهذه الطريقة بيقولوا أنه البعض ممكن يقول أنه ده مش هيغير من النتيجة في حاجة لكن هو بيتحدثوا على فكرة الأكاذيب أو ما سموح أنه في حملة مضللة من ترامب لا دي ليها أثار جانبية أو ليها تنعكس سلبيا على العملية الديمقراطية وعلى الشعب الأمريكي يعني طبقا ليه استطلاع رأي أجراته ورويترز مؤخرا فبيقولوا أنه 77% من الجمهوريين مقتنعين بأنه إما ترامب فاز أو أنه بايدن سرق الانتخابات أو أنه هذه الانتخابات شابهة التزوير فبيقولوا أنه هذا مضر جدا بالنسبة للعقل الجمعي الأمريكي وأيضا بالنسبة لشرعية بايدن وتحدث أيضا الافتتاحية فكرة أنه ترامب يعني كأنه هذه الأكاذيب أو هذه التضليل يؤثر على حياة الأمريكيين اللي هي فكرة الطريقة التي تعامل بها والاستهانة التي تعامل بها والسخرية من ارتداء المسكات الوجه أو القناع الوجه مما تسبب فيه وفاة حوالي ربع مليون أمريكي ومن المتوقع أن يتوفى حوالي سبعين ألف أخرين فيه على مدى شهرين القادمين حتى مفروض يوم تسليم السلطة وهو يوم عشرين يناير من العام القادم وأيضا فكرة هذه ما سموها الأكاذيب بأنه فاز أيضا هذا يؤثر على وعي الأمريكيين وعلى العملية الديمقراطية وعلى بايدن وهو شيء غير مسبوك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نعم إلى افتحية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي وجهتها للجمهوريين الذين يدعمون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة لهم تذكروا أن للأكاذيب نصف حياة طبيلة لابد أن هناك خطاب موجه للجمهورين في الافتتاحية أستاذنا دي بالضبط والحديث على فكرة الأكاذيب يبدو أن هذا هو الشغل الشاغل للأمريكيين أو الصحاف الأمريكية هم من المعروف أنه خصوصا واشنطن بوست كتعاملة كأنه الترمومتر للأكاذيب وتحصي الأكاذيب التي يطلقها ترامب أثناء فترة رئاسته لكن الآن فكرة استمرار هذه الأكاذيب وخصوصا فيما يخص العملية الانتخابية يبدو أنه يشكل قلق كبير بالنسبة لهم لأنه زي ما نرى أن هذا الموضوع مشترك في الحالتين فافتتاحية نيويورك تاينز بتتحدث على الجمهوريين أنه فكرة البعض منهم بيقول أنه ده مش هيغير حاجة في النتيجة فبيقولوا لا هذه الأكاذيب بتعيش النصف حياة يعني فكرة أنه مش مجرد أن الأكاذيب بتطلق ويتم نسيانها تاني هم كمان مستشهدين باستطلاع رأي رويترز وفكرة أنه إزاي هذه الأكاذيب والعضايا المرفوعة اللي هو معروف أنه يقولوا أنه رودي جولياني اللي هو محامي ترامب وترامب ومن ما عارفين أنه هم لن يكسبوا قضائيا في هذه القضايا لكن فكرة الشوشرة التي تترتب عليها فكرة أنه تكون مناسبة لإستمرار الحديث عن تزوير الانتخابات فالفتحية بتخاطب الجمهورين أنه هذا بيشكل خطر أنه يجب أنه يعلوا وفاهم للحقيقة ولمصلحة الشعب الأمريكي على ولاقهم للحزب وترامب وبيستشهدوا بسكرتير ولاية جورجيا اللي هو جمهوري وبيتعرض لكثير من الضغوط ليقول بأنه حدث تزوير في هذه الولاية المهمة لكنه مصر على أنه حتى بعد العد مرة أخرى أنه ليس هناك تزوير فهو بتخاطبهم أنه يجب أن يكون عندهم مثل شجاعته وأنه هذه هي الشجاعة والوطنية الحقة لأمريكا ولديمقراطياتها على حساب أي ولاقات أخرى حتى يعني لأنه بيقولوا أنه اللي بيفعله ترامب ومن معه مش بس خروج على المألوف هو غير مسبوق سياسيا ورئاسيا وانتخابيا وهذا في كثير من الخطورة على الولايات المتحدة الأمريكية نعم ننتقل إلى صحيفة الاندمندنت البريطانية التي نشر تقريرا كتبته الصحفية بيلترو مراسلة الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط تقول فيه قلق متزايد في الغرب بعد اعتقالات من مشطاء حقوق الإنسان بعد طبعا التحادث مع دبلوماسيين في مصر أعتقد أن الحديث عن اعتقال موظفي ومسؤولي الموضرة المصرية للحقوق الشخصية أثار ردود فعل نديا على مستوى العالم بالضبط كثير من ردود فعل قوية وكثير وصفوا ما حدث بفكرة اعتقال ثلاثة من المبادرة الحقوق الشخصية بأنه غير مسبوك معروف أن النظام في مصر لا يحب المجتمع المدني ولا نشطاء حقوق الإنسان وأنه هناك عمل التشريعات وكان هناك اعتقالات في السابق لكن فكرة أنه يتم اعتقال ثلاثة فيه خلال أقل من أسبوع وبعد لقاء 13 دبلوماسي غربي يوم 3 نوفمبر فهذا هو ما يسبب رد الفعل القوي وأنه بيقولوا أنه معروف عداء النظام في مصر له الحقوقيين أو نشطاء حقوق الإنسان لكن هذه الهجمة كأنها كشفت مدى ضعف ما تبقى من المؤسسات الحقوقية في مصر وأن النظام لا يريد فقط التضييق عليها لكنه كأنه عازم ومصر على إغلاقها تماما وطبعا نوعية خطورة التهم التي توجه لهم طبعا تهم بالإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية وفكرة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضمهم على قضايا ربما بعض منها مفتوح ليضم مثل هؤلاء النشطاء والصحفيين كل ذلك تسبب هناك إدانات في الولايات المتحدة الأمريكية من بريطانيا وأكثر من خمسين منظمة حقوقية والكثير يطالب هؤلاء السفراء الثلاثة عشر بأن يرفعوا صوتهم لأنه مفروض أن اللقاء معهم لم يكن جريمة حتى يتم معاقبة من قبلوهم بهذه الطريقة غير طبعا التقريب يذكر بعشرات الألاف من المعتقلين في مصر منذ عام منذ انقلاب 2013 ناديا ربما أيضا ما سنقوله الآن ومرتبط أيضا بالوضع في مصر موقع من الإستعائي البريطاني نشر مقالا ليحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق في عهد الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي جاء المقال بعنوان يجب على إدارة بايدن أن تبدأ بالاستماع لكل المصري وربما هذا مقال استباقي للإدارة الأمريكية القادمة ربما للحديث عن حقوق المعتقلين الحديث عن الشارع المصري حرية التعبير ماذا جاء في هذا المقال؟ يعني هو الوزير الأسبق يحيى حامد بدأ المقال بأن مصر ما تحتاجه فعلا وحقا هي الديمقراطية الديمقراطية الكاملة وليس مجرد ديكتاتورية جزئية أو ديكتاتورية مستنيرة يعني طورة يناير قامت من أجل الديمقراطية وأن هذا هو ما تحتاجه مصر الآن أكثر من أي وقت مدى وهو بيقول أنه ربما أكثر من أي رئيس أمريكي هناك متابعة كانت لتصريحات بايدن الذي صرح في شهر يوليو أن ديكتاتور ترامب المفضل لن يكون ديكتاتوره المفضل وأنه لا مزيد من الشكات على بياض للنظام في مصر خصوصا وربط ذلك بملف حقوق الإنسان فهو بيقول أن ما يريده المصريين الآن من بايدن ليس مجرد هذا الكلام أو أن هم بيراقبوا هل هذا كان مجرد كلامه وعود انتخابية أم سيتم فعلا تحقيقه عندما يستلم السلطة وهو بيقول أن بايدن ليس جديدا على مصر بايدن تعامل مع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وتعامل مع المجلس العسكري بعد طورة يناير كما تعامل مع الرئيس الراحل محمد مرسي لكن هو بيقول أن مصر الآن مختلفة جدا عن مصر ما كانت عليه فيه خلال العشر سنوات الماضية مصر الآن أكثر فقرا مصر أقل استقرارا رغم الادعاءات بأنه مصر أكثر استقرارا الآن وهو يخاطب أيضا إدارة بايدن أنه فكرة أنه ما تخلوش من في النظام يقنعكم بأنه الثورة فشلت وأنه المصريين لم يعد يريدوا هذه الحقوق بيقول الربيع العربي لم يفشلها في مصر ولا في بقية الدول كما يقول أنه الأمور تغلي تحت السطح فإذا قامت مظاهرات مرة أخرى أو لأنه هذا الوضع صعب أنه يستمر هو يطالب بايدن بأن لا يفعل ما فعله يام مبارك لأنه بايدن كان معه مع استمرار مبارك وبايدن لم يمانع فيه الإنقلاب على الدكتور مرسي وهو يقول أنه أيضا لا تجعلهم يستخدموا فزاعة إذا ذهب هذا النظام أنه الإسلاميون سيعودون فهو يقول لأنه هذا لن يحدث حصل تغيرات كثيرة مصر تحتاج مشروع جامع يجمع كل القوة وفكرة أنه يتم الضغط على النظام لتحقيق الديمقراطية ومطالب المصرين ليس فقط من أجل استقرار مصر ولكن أيضا من أجل استقرار المنطقة ومن أجل صورة أمريكا التي تأثرت كثيرا بسبب تخليها أو عدم دعمها للديمقراطية كما كانت دايما تقول أنها تدعم حقوق الشعوب في الديمقراطية وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية نعم ناديا ربما الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن له أراء مختلفة عن الإدارة المصرية الحالية فيما خص حقوق الإنسان والتعامل مع النشطاء لكن كما قلت أنت في مقال يحيى حامد أنه ربما في زاعة الإرهاب سيستخدمها النظام المصري في الرد على متطلبات أو انتقادات الإدارة الأمريكية القادمة إلى صحيفة The Guardian نتابع على صفحاتها تقريرا للمحرر دولوماسي باتري كونتور بعنوان خطاب الإصلاح يتناقض مع الواقع في السعودية يبدو أن هناك أيضا في المنطقة العربية بعد مصر لدينا السعودية ندي يعني طبعا هذا المقال من المحرر الدولوماسي بمناسبة قمة العشرين التي من المفترض أن تبدأ غدا في السعودية هو بيقول أن السعودية كانت تأمل من هذا المؤتمر تحسين صورتها وفكرة أنها تعرض التقدم الذي حدث في عدة مجالات سواء رؤية عشرين ثلاثين وأيضا في ملف حقوق الإنسان لكن هو بيقول أنه للأسف يعني الكلام الذي يقال أو الوعود التي تقال مختلفة عن الواقع وطبعا يستشهد بفكرة وجود اعتقال الناشطات وحتى بعدما كان صرح السفير السعودي في بريطانيا أنه ربما سيتم الإفراج عنهم تراجع عن هذا التصريح هناك حملة كبيرة جدا في الصحف الغربية تنادي وكثير من الصحف صدرت اليوم تنادي بمقاطعة هذه القمة بسبب هذا التناقض أنه ليس كافيا فقط التحدث على أن هناك تحسن إذا لم يستدبع ذلك الإفراج عن الناشطات والإفراج عن كثير من المعتقلين السياسيين في السعودية بعضهم منذ عام 2017 فيه من 2018 فإن فكرة يجب أن يكون هناك تغير حقيقي لتم إقناع العالم بذلك ويقولوا أن السعودية كانت عندها أمال كبيرة على هذا المؤتمر لكن حتى مجرد أنه سيعقد عن طريق الإنترنت بسبب طبعا وباء كورونا قل كثير من التأثير أو مما كانت ترغب السعودية في تحقيقه من خلال هذا المؤتمر ويظل مهم تغيير الواقع حتى يتم تحسين الصورة ناديا قبل أن أختم معك ربما الأيام القادمة حسب العاجل الذي كان موجود على شاشتنا منذ قليل نقلها عن CNN أن شركة فيزر وبونتك تقدمت بالترخيص للقاح ضد فيروس كورونا وهذا ربما ينهي الحجر بالنسبة لي ولكي ولكل من يشاهدنا شكر لك نادية أبو المجد على وجودك معنا مشاهدين بهذا الخبر الذي ربما يكون بريقة أمل لكل البشرية تنتهي مسائية الليلة أشكركم على وجودكم معنا أشكر زملائي في ستوديو الجزيرة مباشر كنتم معي في هذا الجزء من المسائية من منزيني إلى منازلكم عبر شاشة الجزيرة مباشر السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة